الجيش الروسي بيشن 25 هجوم صاحق على اهداف استراتيجية في اوكرانيا والصحف الالمانية سلاح روسي رهيب جديد يحيل معدات النيتو الى قمة من الحديد المحترق ولا قدر على صده او مواجهته والجيش الصيني بيكشف لأول مرة عن صور حية من صاروخ باليستي اسرع من الصوت منطلق من القذفات الصينية شبيه بكنجال الروسي قادر على تحطيم حاملات الطائرات الامريكية تعالوا بنا نعرف التفاصيل ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صلي وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين وزارة الدفاع الروسية علنت النهاردة يوم السبت عن تنفيذ 25 هجوم صاروخي باسلحة زكية بعيدة المدى ضد مرافق البناء التحتية للطاقة والنقل اللوجيستي في اوكرانيا وعدد من مجمعات الصناعات العسكرية الاوكرانية وقال بيان الجيش الروسي ان صوريخ روسيا والمسيرات الكاميكازي ضمرت مئات الاهداف العسكرية واللوجيستية ومراكز تصنيع وتجميع الاسلحة والمعدات ومستودعات عسكرية تم شحنها باسلحة غربية ومرافق تخزين الزخير الجوية الخاصة بمقاتلات امريكا F-16 من يومين اعلنت اوكرانيا ان خلاص العد التنازلي لارسال دفعات من مقاتلات F-16 الامريكية بدأ خلاص وان خلال ايام بسيطة هنشوف اول مقاتلات امريكية منه F-16 بتطير في اوكرانيا ومن هنا ركزت روسيا خلال اليوم الماضي على ضرب مستودعات عسكرية لوجيستية كان مخزن فيها صواريخ وقنابل طائرات امريكية من انواع بيفوي وصواريخ روز من نوع جاسم وقنابل مقاتلات امريكية من انواع مارك 81 ومارك 82 وقنابل جيدام المواجهة بالجي بي اس وتم ضرب مرافق طاقة بتشمل مستودعات تخزين وقود المقاتلات الامريكية وده بهدف خلق مشاكل لوجيستية في تشغيل المقاتلات الامريكية عشان اي مقاتل امريكية بتطير في اوكرانيا محتاجة جيش كامل على الارض وتجهيزات هندسية وفنية ولوجيستية ودفاعية ومن هنا روسيا بتستهدف ضرب وتدمير الجيش المسؤول عن اعداد اوكرانيا لاستبال مقاتلات F-16 الامريكية كمان نجحت وسائل الدفاع الجو الروسية في صد واسقاط اربع صواريخ باليستية امريكية من نوع التاكمز فوق شبه جزيرة القرم الصحف الالمانية قالت ان روسيا ادخلت سلاح جديد رهيب لاول مرة بيشتعل في اوكرانيا وهي رجمت الصواريخ المتطورة توس 3 دراجون ووصفت السلاح الروسي الجديد انه الكابوس الجديد لقوات جيوش الناتو روسيا طورت الجيل الثالث من رجمات صواريخ توس 3 كبديل على النسخ السابقة توس 1 و توس 2 اعتمادا على الدروس المستفادة من حرب اوكرانيا وبما يتوافق مع دراسات تكنولوجيا اسلحة الغرب المدير العام لشركة روسيخ الروسية عمل اجتماع عسكري مع رئيس وزراء روسيا ميخايل ميشو ستين وقدم كشف نجاحات المصانع العسكرية الروسية في تحقي المطلوب منها في رفع معدلات انتاج السلاح الروسي مش هتصدق روسيا عملت ايه ورفعت مستوى التصنيع العسكري اد ايه ارقام مزهلة فعلا مدير هيئة التصنيع العسكري الروسي قال ان الروسيا رفعت حجم انتاج الدبابات 3 مرات ونص مقارنة بايام قبل حرب اوكرانيا ويتام رفع معدلات انتاج المدفعية المتحركة او المدفعية زيتية الدفع والحركة 10 مرات والمدفعية المجرورة زادت بنسبة 14 مرة ويتام رفع معدلات انتاج قزائف المدفعية 6 مرات وقزائف الدبابات 9 مرات وقزائف رجمات الصواريخ ميلارز 8 مرات وقذاف الهوين 10 مرات وراجمات توس زادت 3 مرات بالتالي الجيش الروسي اصبح عنده دلوقتي احتياطيات هائلة من الاسلحة مش بس تكفي لتغطية اي تطورات ممكن تحصل على الجبهة الغربية في اوكرانيا والنيتو لكن كمان تكفي لتعويض اي استنزافات عسكرية في الاحتياطيات الروسية ورفعها لمعدلات هائلة اكتر عدة اضعاف مقارنة بالارقام السابقة فترة مقبل حرب اوكرانيا الله يرحم ايام زمان اما كانت بريطانيا بتقول بالكسب ان روسيا مش عارفة تصنع اسلحة جديدة وانها بتعتمد على التلاجات والبوتجازات وبتنزع رقائق الالكترونية منها عشان تستخدمها في صناعات الصواريخ الزكية وللأسف وقتها ناس كتير صدقت الاعلام الغربي او البريطاني الفاشل المهم دلوقتي هل في حد في العالم يقدر يقول ان روسيا مش عارفة تصنع اسلحة بتاعتها او انها بتواجه عجز في صناعات السلاح مش ممكن واتكلم مدير هيئة التصنع الحربي الروسية عن ادخال رجمة الصواريخ الجديدة الروسية توس 3 الى مناطق الصراع في اوكرانيا من هام التعديلات اللي تعاملت على رجمات توس 3 هو في اطالة المدى العمليات للصواريخ من 10 كيلو متر الى 15 كيلو متر يعني مرة ونص المدى السابق عشان تقدر تشتبك مع اهداف ومركبات العدو من مسافات اطول وده بيأمن رجمات الروسية من هجمات الصواريخ وقوات المشاة بشكل اكبر من النسخ السابقة وطبعا مع اطالة المدى العمليات للصواريخ الى 15 كيلو متر فحنا بنتكلم عن صاروخ جديد تماما اتصمم بشكل جديد ويكون صاروخ اكبر فيه الحجم بالتالي هيوالد مستوى اكبر من الفاتك والتدمير بفعل الرؤوس الحرارية اللي بتولد انفجارات شابهة بانفجارات الاسلحة النووية كمان هتعتمد رجمات صواريخ توس 3 على نظام طلقيم وتحميل الى بالكامل من نفس نوع المستعدم في رجمات توس 2 عشان يعزز الكسافة النيرانية ويسرع عملية التلقيم والتحميل ويحمي طاقم الرجمات الروسية من اي نيران مضادة في ساحة المعركة وهتعتمد رجمات توس 3 على احدث نظم الاتصال الفضائية ودوار الحرب المضادة للاسلحة البيولوجية والكيميائية ودوار وقاية من تأسلات الحرب النووية وان بضط القهر مغناطسية بشكل يأمن الرجمات في اي مجال وتعتمد رجمات الجديدة الروسية على هيكل اوشاسي دبابات تي 90 ام الاحدث في روسيا والاسبت كفاءة ممتازة في مواجهة حجمات الصواريخ الامريكية من نوع جافلين المضادة للدبابات بشكل يعزز قدرة الرجمات على البقائية في ساحة المعركة راجمة الصواريخ الروسية الجديدة 2003 هيسند اليها نفس المهام السابقة من تحطيم الارتال المدرعة وبطلات الصواريخ وشبكات الرادارات وصحق التحصينات وخطوط دفاعات العدو وفتح الطريق لتقدم المفارز الروسية المدرعة الى الامام للسلاع على خطوط دفاعات العدو باقل قدر من الخسائر الجيش الصيني كشف عن اطلاق صاروخ باليستي الصيني اسرع من الصوت بيتم اطلاقه من علامات نقذفات سلاح الجو الصيني من 2018 ومعلومات او تقديرات اجهزة المخابرات الغربية قالت ان الصين شغالة في تعديل وتطوير صاروخ باليستية اسرع من الصوت منطلقة من القذفات شابهة بصاروخ كنجال الروسية ويتم حملاء على القذفات H6K عشان تواجه مجموعات قتال حاملات الطائرات الامريكية في بحر الصين وغرب المحيط الهادئ وبالفعل ظهرت عدة صور سابقة كشفت عن اختبارات تحمل الصاروخ الباليستي الصيني الجديد لكن لاول مرة الصين بتكشف عن عملية اطلاق الصاروخ الباليستي الجديد الهايبرسونيك الصاروخ الصيني الجديد اتعدل من صواريخ دونج فنج 15 ودونج فنج 17 يعني اتعمل نسخة جوية من الصواريخ الارضية لتحملها على قذفات صينية بالضبط زي ما عملت روسيا في تعديل صاروخ اسكندر الارضي وعملت منه صاروخ كنجال الجوي لكن الفرق بين صاروخ الصيني الجديد الهايبرسونيك وبين صاروخ كنجال الروسي ان صاروخ الصين بيعتمد على مركبة انزلقية سريعة اسرع من الصوت بتنفصل من جسم الصاروخ في الجو على العكس من صاروخ كنجال الروسي اللي بيكمل مصاره بدون ما يحصل انفصال للرؤوس الحربية وده لسبب ان الصين ما عندهاش قذفات اسرع من الصوت وما عندهاش مقاتلات سريعة جدا زي ميج 31 بالتالي صاروخ الصين محتاج معزز اضافي عشان يرفع سرعة المركبة السريعة عشان تقدر تطير بسرعات عالية اسرع من الصوت لكن صاروخ كنجال الروسي بيكتسب سرعة التعزيز من سرعة المقاتلات والقذفات نفسها ميج 31 وده اللي عمل الفرق بين سلاح الصين وسلاح روسيا تقديرات اجهزة المخابرات الغربية بتقول ان صاروخ الصين الباليستي الجديد الاسرع من الصوت هيكون مدى اعلى من 2000 كم وهيطير بسرعات اعلى من 11 ماخ بالتالي الصين عندها دلوقتي سلاح فتاك هيغرق مجموعات قتال حاملات الطائرات الامريكية وهيصنع كابوس موميت في مواجهة الاصول الامريكي في بحر الصين وغرب المحيط الهادئ بكده الفيديو خلص ما تنسوش يا جماعة اعجاب للفيديو الاشتراك في القناة مشاركة الفيديو على اكبر قدر من الناس عشان نستمر فيه معركة الوعي اشوفكم على خير ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته